تصل اليوم وفود من حركة حماس وإسرائيل وقطر إلى القاهرة لاستئنف المفاوضات الجارية بوساطة مصرية قطرية أمريكية مشتركة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطع غزة كانت الخارجية القطرية قد أعربت عن أمل الدوحة في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار فوري ودائم وذلك في القطاع وإتمام اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى كافة مناطق قطاع غزة